وقد شهدت الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي التوقيع على الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين حيث وقعها بالأمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إضافة إلى التوقيع على عدة اتفاقات ستفتح آفقا جديدة للتعاون بين البلدين وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقات عسكرية بقيمة نحو 110 مليارات دولار خلال انعقاد القمة السعودية الأمريكية في الرياض اليوم وكان الرئيس ترامب وزير خارجيته قد وقع إعلان نوايا بشأن حزمة من العتاد الدفاعي والخدمات لتعزيز أمن المملكة ومنطقة الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية وتشير الصفقات والتزام الولايات المتحدة بشراكتها مع السعودية ودول الخليج الأكيد أن هذه القمة وخص ترامب بزيارة السعودية أولاً في زيارة الخارجية بعد توليه الرئاسة يؤكد رغبته مع العمل مع العالمين العربي والإسلامي وأيضاً الجدية أيضاً في الشراكة المستقبلية مع دول العالم العربي والإسلامي كما تعرف هذه القمة ستعمل على مكافحة الإرهاب والتطرف مواجهة جماعات العنف وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن القمة السعودية الأمريكية ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين خاصة مع وجود تطابق في الرؤى تجاه الكثير من الملفات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي سعت القمة السعودية الأمريكية إلى محاربة التطرف والإرهاب والعمل على تحسين المستوى المعيشي للشعبين السعودي والأمريكي وتقوية الاقتصاد المشترك سامي الحمود لتلفزيون البحرين الرياض إلى ذلك قال عدد من الصحفيين والإعلاميين بأن عقد القمتين السعودية الأمريكية والخليجية الأمريكية لها مردود إيجابي كبير على دول المنطقة ككل اجتماع الرئيس الأمريكي مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على انفراد بعد القمة السعودية هذا أيضا يدل على حرص الإدارة الأمريكية على إنعاش هذه العلاقة وإعادتها أيضا إلى مستواها الطبيعي مع دول مجلس التعاون الخليجي فبالتالي انعكاسات هذه القمتين السعودية الأمريكية والخليجية الأمريكية بالتأكيد سيكون مردوده كبيرا اقتصاديا سياسيا استراتيجيا أمنيا على المنطقة ككل القمة الخليجية الأمريكية هذه القمة هي تعتبر طبعا من القمة المميزة التي تجمع الدول العظمى لولايات المتحدة الأمريكية مع دول مجلس التعاون كقوة خليجية وقوة أقليمية في المنطقة التي لها وزنها الكبير فهذه القمة ستثمر بإذلاع نتائج كثيرة نتائج إيجابية سياسية على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى صعيد مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف فهي قمة متميزة بوجود حتى الرئيس ترامب ترامب له طبعا ثقله السياسي بالإضافة إلى خادم الحرمين الشرفين ملك سلمان بن عبدالعز حفظه الله